في السماء كلما قربت له قرب والدعوة سم منما من غير أملت صعب في السماء كلما قربت له قرب والدعوة سم منما من غير أملت صعب والقلب هو السماء إلا إيمان بالله وقصد كريم تلقى هو اللي بيقرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعم الله تبارك وتعالى علينا ويكافئ مزيدا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين آمين مشاهدين الأكارم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي ام سي سائلا المولى تبارك وتعالى أن يفتح علينا جميعا فتوح العارفين وأن يوفقنا جميعا توفيق الصائبين الصالحين وأن ينفعنا جميعا بالقرآن والذكر الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين وأذق قلوبنا برد عفوك اللهم أذق قلوبنا برد عفوك ولا تسلب عنا نعمك ولا تقطع عنا مددك ولا تكشف عنا سترك ولا تنسينا ذكرك يا عالم السر منا لا تكشف السطر عنا وعافنا وعفو عنا وكن لنا حيث كنا اللهم كن لنا حيث كنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا إلا أنت فنرجوه نسألك يا مولانا مسألة المساكين نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وكن لنا عونا ونصيرا وسندا ومعينا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اللهم فيسرنا لليسر وجنبنا العسر واغفر لنا في الآخرة والأولى وفقهنا في الدين واجعلنا من أوليائك الصالحين وانصر اللهم إخواننا في فلسطين واحفظ اللهم مصرنا وسائر بلاد المسلمين والمسالمين من كل مكروه وسوء ربنا وتقبل دعاء اللهم آمين آمين وما زلنا نحتفي ونحتفل بالهجرة النبوية المباركة والنهاردة تمانية من شهر الله المحرم عظيم وده شهر عظيم النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل واللي خد المركز الأول في الاتنين دول يا أخي سيدنا داود عليه الصلاة والسلام أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام دا النبي اللي قال كده أحب الصيام إلى الله كان بيعمل إيه سيدنا داود كان حضرتك يصوم يوما ويفطر يوما يعني كده تحسبها كده يبقى بيصوم ست شهور في السنة لحد الأدنى ياه يصوم يوما ويفطر يوما سيدنا داود وأحب القيام إلى الله قيام داود عليه السلام أعظم واحد كان يقيم الليل دا النبي لقال كده داود ليه كان بيعمل إيه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه يبقى كده نصه وتلت بيقى ديه على الواحد الصحيح ستس وينام الستس يعني نص ينام قد ان يصح يصلي تلت الليل تلته بالزبط قد ان ينام ستسه طيب وإحنا عم بنحتفل بقى النبي وصل المدينة عليه الصلاة والسلام اتنشر ربيع الأول كان في المدينة الأوس والخزرج قبيلتي الأوس والخزرج اللي هما يشكلوا الأنصار وكان فيه تلت طوائف من طوائف اليهود يهود بن النظير يهود بني قينقاع يهود بني قريضة يهود بني قينقاع تم اجلاؤهم من المدينة المنورة سنة اتنين هجريا في شوال بعد غزوة بدر يهود بن النظير سنة اربعة هجريا خرجوا برا المدينة يهود بني قريضة سنة خمسة هجريا بعد غزوة الأحزاب خرجوا برا المدينة ما علينا مش ده موضوعنا دلوقتي فرح النبي الهجرة وصل في ربيع الأول دخل المدينة وبنى المسجد النبوي واخى بين المهاجرين والأنصار هو بجدت مرة السنة جي محرم لما جي محرم بقى بعد كده وجد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود اللي في المدينة المنورة احنا قلنا فيه تلت طوائف من طوائف اليهود في المدينة المنورة بني قينقاع وبني النظير وبني قريضة دول تلت أحياء يعني تعتبرهم تلت أحياء تلت قبائل تلت مناطق تلت أحياء دول وجدهم يعظمون يوم عشراء استنى ايه عشراء ده اللي هو عشر محرم عشر محرم احنا النهاردة تمانية محرم بكرة تسعة محرم بعد عشر محرم ايوة وجد اليهود يعظمون ذلك اليوم اللي هو يوم عشراء اللهم ايه اليوم ده قالوا ذاك يوم نجى الله فيه نبيه موسى من فرعون فصامه اللي هو موسى يعني عليه الصلاة والسلام صامه شكرا لله يا سلام يوم عظيم طبعا اليوم ده يوم عشورة اللي لما ربنا قال انه اوحى الى موسى ان اضرب اضرب ده فعلا امر بعصاك البحر يعني موسى مع العصى بتاعته فكلين عصى موسى عليه الصلاة والسلام اللي يتوكع عليها وحش بيها على غنمي واللي فيها مقارب اخرى قالوا اضرب بعصاك البحر فانفلق البحر الاحمر بتاعنا ده فانفلق فكان كله فرق كالطوض العظيم زي الجبل الشامخ اتقسم البحر الاحمر اتنشر طريق لانه بني اسرائيل اثنتي عشرة اصباطا اممه اتناشر صبت وهم طول عمرهم كده مش على وفاق يعني والقرآن قال ده في صورة الحشر قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شت عطشانين عايزين يشربوا اضرب بعصاك الحجر معجزات سيدنا موسى ضرب بعصا الحجر فانفجرت منه اثنتي عشرة عينة قال ليه اتناشر يعني اممه كده ما بيشربوش من حنفية واحدة ما بيشربوش من عين واحدة كل صبت عايز له حجل واحد ما يمشوش مع بعض في طريق واحد كل صبت عايز طريق يمشي فيه فضرب سيدنا موسى بعصاه البحر اللي هو البحر الاحمر فانفلق فكان كله فرق كالطوضة العظيم سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين والاتباع بتوعه من بني اسرائيل يعني عدوا البحر وبعدين فاتبعهم فرعون جي فرعون وراهم وجنوده بعدين عد سيدنا موسى بمن معه امر ربنا البحر من يرجع زي ما كان بقى ما فيش لا طرق ولا جبال ولا الكلام ده كله فاغرق الله فرعون وجنده وكانت المعجزة فاليوم ننجيك ببدنك اللي هو فرعون يعني لتكون لمن خلفك آية عشان يبقى عبرة وعلامة عبرة من ان اتجاه ومن ان زاوية ودروس متعددة عبرة عشان يتعرف ان ده نهاية كل ظالم شفت ازاي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون فرعون قال فاغرقناه وجنوده انا كان ظلم ده اللي قال انا ربكم الاعلى ايه ده ده اللي قال ما علمت لكم من اله غير يا سلام معقولة بقولهم انا بقعدت ادور وبص يمين وشمال ما لاتلكوش اله غير ده عبرة عبرة كمان ان يعلم المظلوم ان الله هناصره طبعا وتعدك شك في كده ده ربنا بيرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ويقسم وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين طبعا نصر ربنا للمظلوم ده دعوة المظلوم يا حضرات المشاهدين الاكارم ليس بينها وبين الله حجاب يعني انت متخيل يعني ايه يعني بص حضرتك لك مصلحة في وزارة من الوزارات في هيئة من الهيئات فرايح تقابل كبير اللي في المصلحة دي سواء بقى رئيسها الهيئة ولا وكيل الوزارة ولا المدير ولا الوزير ولا رئيس مجلس الادارة اي مكان يعني اكيد ساعة ما اتروح هتلاقي فيه حاجة اسمها السكرتاريا ومدير مكتبه فتجي تقوله والله انا ممكن اقابل سيادة او فخامة او معالي يقولك والله ده هو في اجتماع ده هو مشغول لا ده مجاش النهار ده لا ده مسافر برا لا ده عنده اجتماع في مجلس الوزارة مش كده فيه انت مش هتروح تزوء الباب وتدخل يعني ولله المثل الاعلى مفيش حاجز يا مفيش حاجز مفيش مانع ما بين دعوة المظلوم وما بين ربك ليس بينها وبين الله حجاب يا دعوة المظلوم راح الربنا على طول على طول يا حد افكر في المعنى ده ليس بينها وبين الله حجاب تقولي بقى المظلوم ده ملتزم مش ملتزم بيصلي ما بيصليش يعرف ربنا ما يعرفش ربنا مظلوم لانه ربنا قال لي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ما ينفعش خلونا نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف هذا الحدث العظيم اللي تم في عشرة محرم نجات موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين في يوم عشراء اليهود قالوا ذاك يوم نجى الله فيه نبيه موسى من فرعون فموسى قابل دا عايز يشكر ربنا هايشه الحمد لله الله ما لك الحمد يا رب لك الحمد الحمد لله بنحمدك يا رب شكر اللي سندا مش مش الاساس الشكر عمل اعملوا قال داود شكرا فعمل ايه موسى عشان نشكر ربنا ام صامة لله فصامه شكرا لله رد فعل النبي لما سمع المشهد دا من اليهود قال نحن احق بموسى منكم احنا اولا سيدنا موسى اه بالله احنا المسلمين ينهى ربيض سيدنا موسى في القلب وعلى الرأس وله الاجلال والتوقير والتعظيم فام النبي صامه وامر بصيامه وده كان في بدء الدعوة كان صيام عشورة عندنا واجب ده لازم نصمع عشورة خلونا نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل يعني نتعرض لهذا الحدث العظيم ويعني نتعلم منه الدروس والعبر بعد ذلك الفاصل بمشيئة الله ابقوا معنا اكرمكم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وقاله وارزقنا حالا من حاله مشاهدين الاكارم اجددوا لحضراتكم التحية في صورة الشعراء ودي صورة مكية بدأت بحروف مقطعة طا سين ميم بنقرأها كده معناها معناها لما تشوفها هتلاقيها مشابكة ببعض يعني طا لازق فيها سين ولازق فيها ميم ببنقرهاش تصم مثلا ولا تصم لا دي فيه 14 حرف فيه اوائل بعض الصور القرآنية مبنية على القطع مش الوصل ننطقها طا سين ميم ألف لام ميم ما بنقولش ألم كاف ها يا عين صاد طبعا كل حرفة من ده بقى ده يتمد حركتين ده يتمد ست حركات يعني لها طريقة للنطق يعني اتعلمناها منين ديت تلقيناها من رسول الله عليه الصلاة والسلام لو تفتكروا حضراتكم قلنا هتلاقي لطيفة قرآنية جميلة قوي خد بالك وانت بتقرأ فيه صور بدأت بحرف الطا كحروف مقطعة زي طا ها طا سين طا سين ميم كل الصور اللي بدأت بحرف الطا هتلاقي في بدياتها بتتكلم عن سيدنا موسى خدها قا ونت أمغمط كده زي ايه الصور الحامين مثلا عندنا فيه سبع صور بدأوا بحاميم خد بالك هي الحروف جبكة فبعضيها ما بناطقاش حم حم لأ حاميم أيه سبع صور هم غافر وفي الصلاة والشورى والزخرف والدخان والجاثية والاحقاف كلهم في بدايتهم بيكلموا عن المصحف عن كلام ربنا عن القرآن شوف ازاي طيب نرجع ما رجوعنا في صورة الشعراء احد الصور اللي بدأت بحروف مقطعة وبدأت بحرف الطا طا سين ميم حتى لو بتتكلم عن سيدنا موسى فجاء المشهد القرآني انه الصحراء مجتمعين وبيقول الفرعون اينا لنا لأجل كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم اذا لمنا المقربين يا موسى اما ان تلقيه اما ان كنا نحن ملقين هما الصحراء القوا الاول فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون فالقى موسى عصى فاذا هي تلقف ما يأفكون ابتلعت الحبال بتاعتهم العصي بتاعتهم فالقى الصحراء تساجدين ده مشهده قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون رد فعون قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير يعني ايه لا ضير ما في شيء يضرنا ولا يهمنا يعني هتعمل ايه يعني انه الى ربنا منقلبون اه نعم حرحين ربنا اعملت عايزه هتعمل ايه اللي بقيدك تعملوه الجسد ده قطع شف فيه زي ما انت عايز ما يلزمناش يعني يا صحراء عملكو ده اه طي يا اخي قالوا بعدين هم ده لسه مؤمنين حالا شو شو فاول قيص صحراته ساجدين يا اخي ده لسه ساجدين دلوقتي ده لسه نور الايمان داخل قلبهم حالا ده من اللحظات كانوا بقولوا بعزة فرعون بيحلفوا بفرعون معقولة بيحلفوا بفرعون اه ما عرفوش ربنا اول ما شافوا اية من ايات ربنا انه العصى بتاعت سيدنا موسى ابتلعت العصي والحبل بتاعتهم فالقيا الصحراته ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون فرعون بقى توعدهم قالوا له لا لا ضير ولا يهمنا لا ما فيش ولا ضرر علينا ولا خوف علينا انه الى ربنا منقلبون اخذ ده لك من الجابة ان نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين المشهد ده خلص تلقي المشهد اللي بعده صرت الشعراء واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي يلا سفر بهم بالليل بقى العباد المؤمنين الصالحين من بني اسرائيل هربا من فرعون وجنوده طيب جميل اوي خدهم بالليل زي ما ربنا امر لا والقرآن يقوله ايه شوفوا شوفوا القرآن والدقة يقولوا اوحينا الى موسى انا اسر بعبادي ليلا ها انكم متبعون يعني فرعون ورجلته جايين وراكو مش هيسموكو فسيدنا موسى خد خد قومه واخذ قومه ومشي بيهم ناحية البعر لحد ما جات لحظة بقى فلما تراء الجمعان ايه شايفين بعض بقى قالوا يا موسى انا لمدركون اللام هنا للتأكيد لمدركون بص بص احنا هنتلحق هنتلحق هنتمسك هنتمسك انا لمدركون يرد سيدنا موسى قال كلا كلا ردع وزجر شوف عشان هم كانوا تعبين سيدنا موسى وهم بصراحة يعني لما تقرأ في القرآن لهم حاجة كانت مزعجة الى اقصى درجة ممكن حدك تتخيلها وما لا تتخيلوا كمان لا 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 كانوا ناس فضاعيا عايزين يعرفوا مين اتى المين قال لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذون هزوة قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك ويبين لنا ما هي السؤال انت شايف يعني بقرة ارين لك وعدوا لك ان بقرة اتبح بقرة والله ايه بقرة دي حضرتك يعني ايه بقرة مش عارف يعني بقرة قال لهم انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر اعوانهم بين ذلك انما لونها قال انه يقول انها بقرة سفراء فاقع لونها تصر الناظرين قال دعوا لنا ربك ويبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا ده هو مش باقي غير انه روح يجبها لكه هو بقى يعني هو مش باقي غير ان سيدنا موسى يكلف خطره ويروح وليجيب البقرة يعني وكانه الناس يعني متعبة ولذلك كان سيدنا النبي اللهم صلي عليه دايما يتذكر سيدنا موسى دايما دايما يتذكر سيدنا موسى لما حد يجهل على رسول الله وكده حد يدايق سيدنا النبي كان النبي يقوله يرحم الله اخي موسى وذي اكثر من ذلك فصبر نموذك سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يعني والله انا يعني ما خبيش عليكم كده انا كل مقرأ عن سيدنا موسى يعني هدي تعب والله قالوا يا موسى اننا لمدركون قال كلا فكلا ردع وزجر هم مش ملتزمين هم مزعجين ما تتقالش يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قالهاش لصحابته لما سيدنا ببكر مع النبي في الغار النبي ما قالش الوقت كلا ان معي ربي قاله لا قاله لا تحزن ان الله معنا لا تحزن ده ده ربنا بقول النبي ولا تحزن يعني يعني ربنا قالها لحبيب يعني شوف ازاي وربنا قالها للمؤمنين المؤمنين قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين كلمة تتقل حبيبك يعني تتقل اللي انت بتحبه شوف ازاي تقول له لا انما تقول كلا كلا معنا انه ده يعني عمل مشكلة قال كلا سيدنا موسى قال ان معي يا ربي طب وهم هم هم ناس سيدنا النبي قال ابو بكر لا تحزن ان الله معنا اه انا وانت انما القوم موسى قالهم كلا ان معي يا ربي سيهدين تب ليه الرب هو مش ربهم برضو ما هم برضو كانوا عندهم ما نبقول لحضادة كانوا عندهم مشاكل ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي ربك طب هو ربه يعني رب موسى ومش ربكم ما يقولوش ادعو لنا ربنا يبين لنا ما هي ادعو لنا ربنا يبين لنا ما لونها ها ادعو لنا ربنا يخرج لنا مما تنبت الارض من بق لها ما يقولوش ربنا يقولو ربك فلما جيه في الازمة دي بقى وقالوله ان لمدركون البحر امامنا والعدو خلفنا قالهم كلا ان معي يا ربي سيهدين فاوحينا الى موسى الفقل التعقيب والسرعة ونضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كله فرق كالطوض العظيم اه يا ومعجزة يا تخيلوا انا وحضراتكم نشوف حاجة زي كده والله العظيم تخيل انه احنا يتشقلنا البحر كده طرق ونعد ما نتبلش واول ما نعدي اول ما نعدي نبص كده على العدو اللي كان بيجر ورانا البحر يرجع لطبيعته شفت ازاي والعدو يغرق بقى والله العظيم انا وانتو نعمل ايه على طول نسجد لله الحمد لله الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين مش كده هو اول ما عده اول ما عده شايفين معجزة ربنا عده رجلهم ما تبلش والعدو اللي كان بيجر ورهم غرق وربنا نجى فرعون فاليوم انه نجيك ببدنك غرق وطلع بدنه عشان يتحط عندنا في المتحف عشان نروح نشوف ونقول اهو اهو اللي كان بيزعل سيدنا موسى سبحانك رب بنوا اسرائيل عدوا البحر وشافوا المعجزة دي مروا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الها عايزين اصنام عزو بالله قال انكم قوم تجهلون شفت شو سيدنا موسى تعب ازاي عدى بعدين رح ينجي ربنا عشان ينجي ربنا ووعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر يصوم ثلاثين يوم دا قالوا انه الثلاثين يوم كانوا ذي القعدة وبعدين هو رح ينجي ربنا بعد الثلاثين يوم صيام اخذ من خشاش الارض واستاك عشان تبقى ريحته حلوة فرمنا واتممناها بعشر لان خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك قالوا ان العشر بقى اللي تمت زي القعدة هم العشرة بتوع زي الحجة يعني في بعض العلماء التفسير قالوا الكلام ماشي اي مكان المهم القرآن قال هم تلاثين واتممناها بعشر فتم مقاط ربنا اربعين طيب تمام راح ينجي ربنا سابهم سابنوا واسرائيل بقى مع مين مع هارون جاني يناجي ربنا فربنا قالوا وما اعجلك عن قومك يا موسى اتسبتهم و جيت قالهم اولئي على اثري موجودين يعني يروع فين مع هارون وعجلت اليك ربي لترضى انا جيت يا ربي لرضاك انا اطلب الرضا انا اسألك الرضا النبي عليه الصلاة والسلام بقى طلب الله اعطى من غير طلب قال ولسوف يعطيك ربك فترضى فرق ما بين بين سيدنا النبي وبين سيدنا موسى فرجع لهم بيعبدوا العجل هو ايد ما فيش فعيدة فيهم ما فيش فعيدة فيهم وطعص بقى وغضب سيدنا موسى ولما رجع موسى لهم غضبان وغضبان على وزن فعلان يعني الغضب وصل عنده لنهايت شاه سبحان الله لما حصل النجاب يوم عشور ده سيدنا موسى صامه شكرا لله فكان اليهود يعظمون ذلك اليوم تعالوا نطلع لفاصل ونكمل مع حضراتكم بمشاة لبعد ذلك الفاصل ابقوا معنا اكرمكم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله مشاهدين الأكارم اجددوا لحضراتكم التحية فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل اليهود عن تعظيمهم ليوم عشراء اللي هو يوم عشر محرم ليه بتعظموا اليوم ده قالوا ذاك يوم نجى الله فيه نبيه موسى من فرعون فكان رد سيدنا النبي بعد ما قالوا له الجملة دي وانه موسى صاما اليوم ده شكرا لله فالنبي قال نحن احقوا بموسى منكم فصامه وامر بصيامه جي في ختام حياة النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت الى قابل السنة الجاية يعني لأصومن التاسع ليه من باب ليه قال لك من باب المخالفة يعني فاحنا كده التاسع ده اللي هو تسع محرم والعاشر اللي هو عشورة عشر محرم فدي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما لنا بهذا الامر لو احنا صمنا والله انت ارتكبت يعني او فعلت بلاش ارتكبت دي ارتكبت دي من افهم ان احنا يعني اعملنا اثم او حاج والله ان فعلت ذلك فقد اصبت خيرا كثيرا لان دي سنة النبي طب لو جيت قلتلك بقى ان النبي نفسه قال انه صيام عشراء بيكفر سنة اه لا ده كده الوضع يختلف الوضع يختلف عند كثير من الناس لكن عند القلة المؤمنين اوي قلت لك والله حتى لو اليوم ده هنصمه ببلاش يكفي ان النبي صامه وامر بصيامه لكنه النبي رغب اللهم صلي عليه رغب في صيامه وقال ان اليوم ده بيكفر سنة كاملة طب يبقى اليوم ده ما يتفوتش طب ومن باب السنة والافضل والاحسن ان احنا هنصم ايه هنصم التاسع يبقى تسعة محرم بعدين عشرة محرم بيحدث بقى اللي عندهم ظروف استثنائية ولا وتعبان ولا يقول لك انا مقدرش هصم اليومين والاكمل ان انا صم تسعة وعشرة وحداشر ولو صمت تسعة وعشرة وحداشر تسعة ده يوم لتنين اه والله السيام حتى لتنين نسونا عن رسول الله وعشرة يوم التلات اللي هو عشرة حلوة او وحداشر يوم لاربعة ولا جميل واثناشر ده يوم خميس كده كده هصم خميس لانه صنة بس يوم يوم الخميس ترفع فيه الاعمال الى الله ويوم تلتاشر جمعة واربعتاشر سبت وخمستاشر حد فحتلاقي ده الايام القمرية كان النبي بيصمها تلتاشر اربعتاشر وخمستاشر بعديهم حتلاقي الاثنين ده سن ايه ده جدوى للصيام ده حتلاقي نفسك واخدلك حوالي اسبوع 8 يام كده في سكتك من الاثنين للاثنين اه كده 8 يام 8 يام كلها خير وبركة ان استطعت ان تصمها خير وبركة من لم يستطع خلاص ما لا يدرك كله اللي من قدرش نعمله كله من سيبش كله اضعف الايمان انك تصمع شورة ينفع اه ينفع ما ينفع ايه اللي هي ايه اللي نفعه يعني اسأل الله العليا القدير ان يتقبل مننا وإياكم صالح الاعمال وان يرزقنا الاخلاص دوما بارك الله في كل من شاهدنا واستمع وتاب وانتفع صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اقبالتايبين لو باسبوا معلباب وليه لقمعين يتقبلوا التواب باب السماء كلما قربتله وغرب والدعوة سن من النماء من غير امل تصعب والقلب هو السماء إلا إيمان بالله وقصد كريم تلقى هو اللي بيغرب